في الختام أطرح التساول هل أن الغاء مسلسل معاوية هو أفضل من عرضه أم العكس أنا أرى أن الغاء عرض مسلسل معاوية هو أسوأ بكثير من عدم الغائه هذا معناه أنه ما زال يعرض حياً على الأرض ما زالت هذه الثنائية هذا الصراع الاحتراب الداخلي فيما بيننا من عبر رمزي علي ومعاوية ما زال هذا الاحتراب يمارس يومياً في حياتنا وما زالنا أيضاً في الوقت نفسه نرفض الاحتراب بوجود هذا الصراع نرفض التمعن في أبعاث هذا الصراع وعمقه التاريخي والثقافي والفكري وحتى الاجتماعي فيما بينها يبدو أن هذا الإلغاء هو إلغاء ثمن يعني إلغاء قضية يبدو أن الثمن عرضها باهض جداً وليس هناك من لديه استعداد لدفع هذا الثمن وعلينا أن نعرف من هو الذي ليس له استعداد أن يعرض هذا الثمن لأنه كما نعرف أنه صورة معاوية صورة رجل الدولة تختلف عن صورة رجل الثورة رجل الثورة دائماً رجل محبوب من قبل الجماعة ومن قبل المجتمع ودائماً رجل الدولة يتعرض إلى التوبيخ والنقد المستمر فبالتالي نحن ما زلنا حائرين بين هذين النموذجين والسبب أن رفضنا لمواجهة الحقائق كما هي مواجهة مشاكلنا وصراعاتنا الداخلية وحتى صراعاتنا مع أنفسنا يتطلب دفع ثمن باهض وكما نعرف رجل الدولة أورث الحكم لأبنائه وعشرته وسن سنة الملك العضوض كتعبير جاهض وهذا الملك العضوض لا يريد أحد من سليلي الملكيات العضوضة هؤلاء أن يعرض هذه السيرة الوراثية العطرة جداً للضرر لأن عرض مسلسل معاوية معناتها عادة النقاش المفتوح حول هذا المرض التاريخ الذي ما زلنا نرفض الاعتراض بوجوده بل نحاول أنه نقول أنه لا فرق بين علي ومعاوية وهم كانوا في حالة حرب يقتلون بعضهم بعضاً وفي الليل يسهرون سواوى التسامرون وفي الصباح يطعن الآخر في بطنه وكأنه شيئاً لم يكن ثم يعودون أن يكونوا موس هذا بعض الرجال الدين الشوخ الكبار عدتهم فيديوهات في الفيديو باليوتيوب وممكن يشوفوها فالشيء في سريالية كاملة مجرد هو شيء يريد أنه يقول ما في شيء كله آخر خلاوة ما في أي مشكلة لا يريد أن يواجه الحقيقة وهي هذا علامة المرض النفسي أنا أقول حان وقت عرض هذا المسلسل وتحويله لا فن وتحويله لا واقع وتحويله لا نقاش مفتوح لكي نحسم هذا الموضوع الإنسان لا يتداوى ولا يتطبب ولا يشفى من أمراضه ومن عقده ومن مخاوفه إلا حين يواجهها حين يقول لها أنا لكي وأنا سأدفع الثمن باهظاً مقابل أن أشفى من هذا المرض الذي أبتليت به لا يوجد علاج بدون ثمن علينا أن ندفع هذا الثمن وأن نكون شجعاناً ونواجه هذا الثمن وحان وقت معالجة هذه الأمور والقضاء عليها وعلى أمراضها ورزاياها الكبيرة وهذا طبعاً أمر يضرب مصالح كثيرين أنتم تعرفونه شكراً جزيلاً شكراً